موسيقى موسيقى صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير رانيم عم نحكي عن السوشال ميديا وتأثيرها بدي انت كصبية عندك تموح عندك اكتر من شي اكتر من ميول خبريني قد يمكن السوشال ميديا فادتك لحتى تخطي اول خطوة طريقك اكيد السوشال ميديا فيها كذا فيلد فيها كذا نقطة فينا احنا يعني فيك تقولي تقريبا هي بتفيد كذا فيلد مثل ما قلت مثلا مجال الموديلينج مجال الفاشينيستا مجال البلوغرز بتبارس شي انه انت تتعرفي على العالم كل ياتوا من ورا شاشة تليفون او ايباد من انت وقاعدة فيك انه انت تتعرفي على المناطق اللي بحياتك ما شفتية المناطق اللي بعمرك ما زرتية تعرفي على عالم انت ولا مرة شفتيون بصيرو هنا من تحبي كل يوم تشوفيهم بس انت فعليه عم تشوفيهم من ورا شاشة عرفتي وتخليد لشغل وتخليد لأعمال وتخليد لأفكار كمان من بعض الأشخاص التانين قديش انت سعادتك السوشال ميديا ساعدتني السوشال ميديا بطريقة انه فينا نقول انه اي شيء هلأ صارت اترافقنا السوشال ميديا اول ما تستحان النوع عم بتخلد اللحظة انت صحيت من النوم اول ما تروح تشترك ووجك البجبج والعماص هاي بقى حاسب انت جريد ايه بالضبط ايه بالضبط ايه بالضبط اذا انت نجحت شيء نجاح اخدت الليسون جديد عملت شيء قصة جديدة وتلاقي دغري عندك تخليد للذكرة وتضل لأيام واسنين سهل بس انت ساعدتك هذا الشيء؟ ايه طبعا ساعدتني اكيد ايه الشيء انا كنت عم بعمله كنت خلده بالسوشال ميديا صدقا يعني كنا مثلا كدراسة كشغل كعمل ساعدتني انه انا عرف عن نفسي للعالم العالم صارت تحبني صارت العالم لما مثلا رانيم تختفي يوم او يومين انه وين رانيم انه عالم انا ما بعرفها من البلاد غريبة تحكي معي تسألني انه انت وينك اليوم ليش ما نزلتين بونجور او صباحه هذا الشيء ما بيزعجيك انه فيه ناس ما بتعرفك وهل قد فايت بخصوصية الحياة لإلك او كذا بالعكس طلع نص الكبايا المليان انه انت في عندك ناس اقرب منك بالحياة ما بيسألوا عنك قد من الناس اللي ما بتعرفك فايس تو فايس عن تسأل عنك اكتر جميل معناته التفاعلية موجودة يعني او قاعد يخط صورة وكل واحد يجي شرشح فيه المهم في تفاعلية لا اعرف انا منيح ولا مش منيح يعني شرشح فيك او عاو انه تعرف حسبش المحتل انه انتعبت الناس لا 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 بالله تعرف بدك بين يهاب منسوان بتشرح اكتر منا يعني على الفيديو انتخصص يمكن توفقيني الرأي رانيم احيانا الانتخادات السلبية بتخلي عند سواء الموديل او الناس اللي بالنسوشال ميديا انو واقف ستوب لماذا تعرضت انتخاذ او بتكملي انت يعني بتكملي وتحاول تحصني مثلا بالعكس أنا بشوف وين السلبية اللي علقوا علي وبيستمر علي لأنه بحياته ما حدا علق لك وفعلياً بحياته ما حدا علق لك على الشي غير ما أنت ناجح فيه يعني مثلا أنا كإنسانة كعادات وتقاليد شرقية بنزل محتوى معين محتوى محافظ لعاداتنا محتوى لمحافظ لتفكيرنا إحنا بتلاقي كل العالم بيهاجموك لأنه أنت ما بتنزلوا الشي اللي بدهم ياهني بتعلي تنزل الشي اللي أنت مقتنع فيه ومن بيمشي معك على هاي الفكرة فأهلا وسهلا فيه اللي ما بيمشي حاول قنعه طب رانيم قد يمكن حب الناس لإليك بخليك دايماً عندك دافع أنك تعطي لأكتر وتعملي الأحسن يمكن هو أنا بسميه مثل الشعل اللي بتخليك دايماً متعطش أنك تعملي زيادة أو تنجحي أكتر يمكن الدعم بيجي هو أول شي بيخلي الواحد يفكر أنه أنا عم بعمل هذا الشي لنفسي وعم بعمل هذا الشي للناس اللي بحبوني اللي يرفعوا رأسهم فيني محبة الناس هي مو بس شالة هي كل شي لأنه الإنسان اللي بيكون مش محبوفة هو إنسان وحيد هو إنسان بيكون لحاله أما أنت لما تصحي الصبح تلاقي في عندك تقريباً على الإنستجرام مثلاً ثلاثين ميسج طبعاً مو لها الدرجة بس أنه يعني تقريباً الله يزيد يبارك إن شاء الله أنه تلاقي مثلاً أنه صباح الخير كيفك أنت منيحة لما تنزل مثلاً إعلان أو شي الدعاوي هاي الله يوفقك الله يعطيكي بتحس أنه طالع من قلب عالم فعلياً عم بدعولك لأله هنا ما عم بيستفيدوا منك شي صحيح يعني بالعكس هي شعلة وإنارة للطريق اللي ما بيعرف مظبوط اللي ما بيعرفك مظبوط أنا أنا لأنه بعرفك نابل أنت شغبتك الأصلية ما خصت أبداً بهذا الموضوع صحيح ولا بالموديلنج ولا بالسوشال ميديا ولا بالـ أنت أعطان للكتورة حكيمة صيدة لانية صيدة لانية كلينيكية كشوها القلبي لا هي مشوها القلبي هي إتس لك فيك تقول حبة شطارة يعني أنه أنا قردي أنا هلأ خريجي ويحاول أنه أنا أطور نوعية معينة للأدوية فمثل الماركتينج بلان أنه العالم عم تحبني العالم عم توصق فيني العالم لما تقول مثلا رانيم تعمل إعلان للشي أو هاي عم يوسقوا أنه رانيم ما عم تعمل شي كذب عم تعمل شي صح أنه عم بيجربوا فعنا كسبت ثقة فأنا وقت ما نزل مثلا هيدا البرودكت أو نزل هيدا الدواء سيكون في كتير إقبال كبيرة لأنه هنا عرفانين رانيم نوي أنه هي تخدعون كان في أنه كان في من البداية مصداقية حبيت إدمج بين الطب وبين المودلينج كأي بنت بتشوف حالة أنه هي حلوة على المراية وتحبت تقطع صور كتير كثير من البداية otteظت تطلع على المراية وتكون يا الله ما أجمل أنت هيك تتغذل بحاجة ما هي انت ما بالك كأنثة تتغذل بجمال وجمال فكرة انو هي مثقفة وعم بتقدم محتوى كتير ناضج وكتير عم بتحاول قدمة فيها تواحد جيل جديد على الشي انو لا مانع انو تطلعوا وتلبسوا وتتصوروا بس بس الوقت لازم يكون عندكم تارجت صح مش بس الحياة صورة كدكتورة صار فيني لو كان بكل ثقاء اسألك ادي مهم دكتورة وموديل كمان ادي مهم الحفاظ على البشرة الموديل تتعرض لطبقات كتير من المكياج لكمية مكياج كتير يمكن مرات بشكل يومي واكتر من مرة باليوم ادي مهم هي كمان تشتغل على بشرتها لتحافظ عليها واذا هذا شي بيأثر على نتيجة التصوير اول شي بس ديقلك شغلة يمكن تضحك والله يخلينا عمه فوتوشوب صدقا شكرا للاعتراف الصريح صدقا لانه انت اذا بدك تكشفي الموديل اذا هي بشرتها صافية او لا من الفيديوز الفيديو ما فيك انت تضطي بشرة وهالقصص بلع بيحطوا ستاب ومستفاجأ بتلعبوا من دنيا مش فيديو الموديلينج اه اوكي ابدا بس الصورة بتلاقي حدا انا مش انا اعرفتي اه اهم الشي الاي موديل تعتني بشرتها لازم يكون عنده روتين يومي لانه انت ما فيك انت تروح تحطي ميكب وانت كله الشيك محفر لازم تلاقي علاج بلاس اصلا الميكب لحاله بيزيد بس ما هو الحفر بتنشيل بالميكب لا؟ لا بالعكس بتزيد اوكي على الفوتوشوب بتروح ايه لا اصلا بتحطه انتو بتعملوا سحر يا جمال هديك اليوم هم شوك العشر احسن اختراعات اللي صارت بالعالم وغيرت البشرية هي الميكب بل الميكب فيها اذا فيها جوار ما فيها تغير فيهم وتتسكره؟ بيضله عصار ببينه وعلى الواقع بيطلع الشكل قبيح استنى شوية استنى شوية استنى شوية تأخذ فيديوهات السوشال ميديا اللي هي بتعمل لك هذون الصينيين وشرق آسيا اللي عملوا تحدي هذا انه واحدة عمرها مش عارف طلع من الابرد كفالة اوكي وفي عندك يعني لا تحكي على البنات استنى شوية شكلها كبير عمرها نقل خمس ستين سنة ومغورة ان شاء الله عمرها مليون استنى شوية طلعت بوجه اقسم بالله انا ما تخيلت انه هي تطلع وشالت ايدها عن الشئ التاني يعني فرق ذريع هاي فيديو هيدا بالفلتر سناب معلي ردليو فلتر سناب جرب حلو قداء عادي بطلع وقال الكفوري بأيام 1988 لا تطلع مكي بابي 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 احنا بنخبل باللحوة لا بس صدقا اهم شي الموديل مو بس تهتم ببشرته تهتم بنفسيته زائد ونحنا هون جونا صحراوي جونا كتير صعب على البشرة يعني هلأ مثلا بالصيف درجة موضة التان والبرونزاج البشرة بتتدمر لا تتضحك لا موجود لا أكلش التحكية على موجود بالضبط وبالشطة بيصيب نجافة فإنه لا لازم تضل تشرب ماء تأكل خضرواتي كتير النفسية تكون منيحة وتنام مش إزاحية مودر معتو تخلص الميكب تبعه وتطلع لا تلازم ترجع يتنطفي بشرتك أول بأول تقريباً كل أسبوع بدك تعملي تأشير للبشرة كل شهر بدك يا أما تزوري حسب طبعاً مستوى ضرر بشرتك وفي بنات ما شاء الله يعني بالوراسة عندهم بشرتهم منيحة الحمد لله يا أما خلال كل شهر بدك تزوري تعملي فيشل بالسالون يا أما دك تزوري عيادة أعرفت ما بتقدري والله أنه أنا كل يوم كل يوم كل يوم حت ميكب بلا تأشير بلا أصاس أوردي البراشرز السبونج الكل شيء عم بيستخدمه هيدا كله ما فيه مليون حدا مستخدم قبلك صح قفتي وهي بتلعب على الميكب أرتست أنه هي ما بتنظف الأدوات تبعو له ضمير الميكب أرتست ما فيه هيدا خب هلأ أنا في عني موضوع يعني من هي مثلا مصداقية الموديل أحيانا ما نلاقي إنه في موديل بس خلاص سهمها تعمل دعاية وفي بنات لأبتنطقي شو الشيء اللي بتعمله دعاية لحتى يضل جمهورها واثق فيها نحنا وصلنا لمرحلة كمتابعين لبعض الموديلز ما نصدق شو ما بيحكوا قدي فيك أنت هلأ ترجع تخلي الجمهور يصدق أنك أنت مختلفة وأنك أنت فعلا ما قاعد بتعملي دعاية لغرض مادي وإنما أنت فعلا بتحبيهم وبدك تفيدهم للصلاة هذه أصعب خطوة بالشهرة أو بالنجاح أو بهذه الجيل هيدا الجيل هون عنا تعود على الترنز اللي هي واحدة أو واحد بنزلها غنية رأسة أصصة صارت هيتم تشار بسرعة أما إحنا يعني أنا ماني مضطرة مثلا أشتري فولوورز وأقعد نزل فيديوهات رأس وأغاني لا لأنه إحنا مش هيك تعودنا مش هيك تربينا لما إحنا ننزل لكم محتوى إعلان مفيد للكم كعيادة كصالون لكي أنتوا تستفادوا كجامعات ما بيتطلع قد ما مثلا أنت بتعملهم دعاية لمطعم لأهدول الفانز الجديدة تابعون الأكل يعني كتير صعب هذا الجيل لأنه في عالم طلعوا سيئين جدا على السوشال ميديا مضبوط رانيم هذا نصف إجابة السؤال اللي بدأ أصلك سؤالي نحنا بلاحظ أنه مثلا أي مشهور أي فنان أي وتأفر تخصصه صار على أكتاف وعتق أو أنه شيء يحمل ورسالة هادفة بيستخدموه كأدالة لتوصيل هذه الرسالة للمجتمع اليوم الموديل صار فيها صارنا نسمع صوت الموديل صارت تشارك في كثير من المحافل مش المحلية بس الدولية والدولية كمان شو تتوقع تكون رسالة الموديل شو الأشياء اللي بدأ تقوله وتحكيه الموديل للعالم موديل العرب؟ العرب خلينا نبدأ موديل العرب أنه حبيباتي أنا عندي فولوورز أنه أنا بنعزم على المكان الفلاني أنا بروح لحت يعني صارت الموديل هي فقط اسم أنا عندي فولوورز أنا كتير قوية يعني بالضبط صاروا هيك أما أنت تعطي على أي موديل أو أي بلوجر أو أي انفلونسر بتعطي محتوى تلاقي الفولوورز تابولا بنعدوا على الأصابع وتلاقي أغلبيتهم كبار بالثلاثينات بتلاقيهم بالأربعينات عرفت؟ مثلا أنا كإنسان أنا كتير عانيت وكتير عرض عليّ فولوورز فور فري بس لا لأنه أنا مش بس لحتى أنا أزم موديل لا أنا أقدم ميسج أنه يا صبايا هاي فرصتكم إحنا بزمن تقدر تجمع بين شيء وبين شيء تاني مختلفين تماماً بتكونوا شيء من ولا شيء فإنه ليش إحنا بس متجين تجاه واحد اللي هو بدنا ننبسط ونطلع ونفوت طب وين العلم وين تربايتنا وين هالقصص هاي كله صحيح طبعاً يعني يعني رانيم هي كتير يعني النصائح وكتير كومنتات ذهبية بدي أعتبرها منك شكراً لك لأنه شرفتين ونورتين ببرنامج صباح الخيري الوطن إن شاء الله إلنا لقاءت متجددة مش هيك دعاء بس أتخرج مع البرودكت بإذن الله نكون أنا ونواري أول صبيتين نجاري بهذا البرودكت طبعاً أتخرج مع البرودكت طبعاً أتخرج مع البرودكت نحن نطلع بريك وتقولي لنا عنا نصار موسيقى